شارك سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في اجتماع وزراء خارجية ترويكا رئاسة القمة العربية مع وزراء خارجية الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي الذي عقد برئاسة معاني السيدة إجلي حسني وزيرة الشؤون الأوروبية والخارجية بجمهورية ألبانيا رئيسة مجلس الأمن للشهر الحالي ويعقد هذا الاجتماع التشاوري بحضور وزراء الخارجية في كل من المملكة العربية السعودية رئيسة القمة العربية الحالية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رئيسة القمة العربية السابقة ومملكة البحرين رئيسة القمة العربية المقبلة والأمين العام لجامعة الدول العربية وممثلين عن الدول العربية والدول الأوروبية وقد أعرب سعادة وزير الخارجية في مداخلته في الجلسة عن تقديره لعقد هذا اللقاء الذي من شأنه فتح أفاق التعاون المشترك بين مجلس الأمن وجامعة الدول العربية لتحقيق الأهداف المشتركة ومقاصد الأمم المتحدة وقال سعادة الوزير إن منطقة الشرق الأوسط تشهد حاليا تجدد الجهود من قبل لعبين إقليميين وشركاء دوليين لتحقيق السلم والاستقرار والازدهار في المنطقة مضيفا أن الدول الأعضاء في مجلس الأمن مطالبة بالقيام بدورها للاستفادة من الفرص المتاحة نظرا للتغيرات الديناميكية في المنطقة ومن بينها العمل معا من أجل التأكد من التطبيق التام لقرارات مجلس الأمن وتقديم دعم أكبر لجهود المبعوثين الأمميين وأكد سعادة وزير الخارجية أن الدول الأعضاء في مجلس الأمن والدول العربية مطالبة بتوحيد جهودها بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لمواجهة التحديات التي تواجه دول منطقة الشرق الأوسط وتم خلال الاجتماع بحث مجالات التعاون والتنسيق المشترك بين مجلس الأمن والدول العربية تجاه القضايا والتحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والتنموية التي تواجه الوطن العربي وناقش الاجتماع أبرز القضايا الملحة في الساحة العربية بما فيها القضية الفلسطينية والنزاعات الدائرة في المنطقة والتحديات التنموية التي تواجه دولها وسبل معالجة الأوضاع والصراعات الإقليمية ترجمة نانسي قنقر